السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نسرع ويندوز عشرة بضغطة زر واحدة. طبعا لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعد ازاي? تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو وللمصداقية ولكل مشاهدين والمتابعين حابب ان انا اقري له العمليات اللي بتتم على جهاز الكمبيوتر بتاعي قبل وبعد واستهلاك البرسسور والرامج. زي ما حارك شايف كده العمليات اللي شغالة في الخلفية عندي ستة وستين عمليا. اه دي المعالجات. لو انا نزلت على الويندوز بالماوس. هلاقي ان المعالجات بتاع الويندوز تسعة وتمانين اه عملية. لو انا رحت رايح على اداء البرسسور والزاكرة والقرس اللي هو هارد ديسك هلاقي ان استهلاك البرسسور بيتروح ما بين اتنين وسبعين واتنين وخمسين يعني واتنين واربعين عمال يطلع وينزل. لو بسيت على العمليات اللي شغالة في خلفية الويندوز هلاقيها حاليا مية تسعة وخمسين عملية. العمليات الجزئية حوالي الف خمسمية وخمسة. تمام? المعالجات طبعا بتعدي تلاتة وستين الف تسعمية واربعين. يعني عمالها تزيد. تمام? لو رحت رايح على استهلاك الزاكرة. هلاقي ان انا بستهلك اه من الزاكرة بتاعي الجهاز تلاتة وسبعة من عشرة. يعني داخل على حوالي اربعة جيجا. من كام من الرام بتاعي? تمانية جيجا. طبعا انا حبيت ان انا اوري لحضرتك هذا الامر. قبل ما نبدأ عملية تسريع الويندوز عشان اوري لحضرتك الفرق بعد التسريع. هنستعرض برضو اداء الجهاز واداء والرامات والعمليات اللي شغالة في الخلفية عشان ناكد لحضرتكو ان الطريقة اللي احنا نستخدمها طريقة فعالة في تقليل استهلاك والرامات. الخطوة الاولى اللي بيزني اللي اعملها ان انا هفتح المتصفح الخاص بي. واجي في خانة البحس اللي فوق ديت. اعمل عملية للرابط اللي انا ان شاء الله هتركوا ليك في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو. وبقى تضغط على عملية البحس من لوحة المفاتيح او من الماوس. هيبدأ يفتح معاك الموقع ده. هنبدأ ننزل عشان نجيب الرابط ده. تمام? زي ما حالك شايف? ده الرابط. هتبدأ تضغط هنا. هيتم عملية نسخ لهذا الرابط. هقفل الموقع انا مش في احتياج لي. بعد كده حضرتك الخطوة اللي بعد كده هتروح رايح على شريط المهام وتيجي في خانة البحس. تبدأ تكتب كلمة كلمة آآ باورشيل. زي ما حالك شايف كده بمجرد ما كتبنا كلمة باورشيل هيزهر معايا ويندوز باورشيل. هبدأ اضغط عليه تشغيل كمسؤول. الخطوة دي هم جدا. اقول له نعم. هيبدأ يزهر معايا الباورشيل. انتظر لحظات بسيطة. طبعا حضرتك في الوقت ده لازم تكون على اتصال بالانترنت. هتعمل كليك يمين. هتلاقي الرابط اللي انت نسخته تم داخل الباورشيل. زي ما حالك شايف كده. فابدأ اضغط على من لوحة المفاتيح. وانتظر لحظات بسيطة لحين تحميل الاداء اللي هنستخدمها في تسريع وتخفيف نسخة آآ الويندوز. تابع معايا الفيديو. زي ما حالك شايف كده الاداء هتبدأ في التحميل. تمام? هبدأ نزدر الباورشيل ده اللي تحت. الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح رايح على الخيار التاني اللي هو التوكس. تمام? وابدأ اختار الخيار الاولاني. هبدأ اعلم على كتير من العمليات اللي بتشتغل فيه خلفية الويندوز. وانا مش في احتياج ليها. تمام? دي بتستهيل البوز كبير جدا من الرامات والبروسوسر بتاع جهاز الكمبيوتر. بعد كده تضغط على كلمة آآ ران تويكس. بس قابلية هارفع لحضرتك الباورشيل عشان نوري لحضرتك العمليات اللي هتبدأ تشتغل في الخلفية. زي ما حالك شايف كده انا خليت الباورشيل ظاهر لك. تبدأ تضغط على اللي هو الخيار اللي تحت ده كمان? وهننتظر مع بعض لحظات بسيطة. زي ما حارك شايف هتبدأ عمليات فوق شغالة على جهاز الكمبيوتر بتاعت. طبعا هنبدأ نتابع هذه العمليات وننتظر لحين الانتهاء منها عشان نوقف كل العمليات اللي تشتغل فيه خلفية الويندوز وانا مش في احتياج ليها. كل اللي انت هتعمله هتنتظر زي ما حارك شايف كده. آآ العمليات دي هتبدأ تشتغل. اهي. بيتم طبعا ايقاف كتير من الخدمات اللي تشتغل في الويندوز وانت مش في احتياج ليها تماما. طبعا ده هيأثر بعد كده على استهلاك المعالج والرماد. المطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر وما توقفش جهاز الكمبيوتر بتاعك. تابع معايا الفيديو. طبعا هنا في الوقت ده هيبدأ يعمل عملية تنظيف للهارد ديسك الخاص بك. زي ما حضرك شايف كده. تنظيف القرس. هيبدأ انظف قرس السي. وبعد جده هيبدأ انظف لحضرتك برضو بقى الاقراس البرتاشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر طبعا ده هيفيدك في تسريع نسخة الويندوز وتسريع الجهاز بصفة عامة. زي ما حضرك شايف كده. خدمات كتير انت ما بتستخدمهاش. البرنامج بيقوم بيقافها. هنا طبعا انتهى تنظيف قرس السي. هنا بيقول لي ان التويكس خلاص انتهت بنجاح. الخطوة اللي بعد كده يا حضرك هتقفل الباورشيل. تمام? زي ما حراك شايف كده. بمجرد ما قفلته الاداة تم اغلاقها. اللي مطلوب من حضرتك في الوقت دوت ان انت تعمل اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر الخاص بيك. عشان العملية دي تصبح نافذة المفعول ويتن تسريع الجهاز الكمبيوتر الخاص. طبعا دوقتي انا هوقف الفيديو بتاعنا واعمل اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر. وارجع عليك مرة تانية عشان رأي حضرتك الفرق في الاداة قبل وبعد. بعد ما قمنا باعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بينا. هنبدأ نروح رايحين على شريط المهام ونضغط على مدير المهام. عشان نعمل آآ مقارنة ما بين اداء الجهاز قبل وبعد. زي ما حراك شايف كده هبدأ انزل على المعالجات بتاع الويندوز. ونشوف هل هي انخفضت ولا لأ. زي ما حراك شايف كده اصبحت تسعة وتلاتين عملية شغالة. بعد ما كانت قبل كده تقريبا فوق التسعين. تمام. لو انا راحت رايح بقى على اداء الجهاز بتاعي. اول حاجة هبدأ ابوست عليها. اللي هي وحدة المعالجة المركزية اللي هو البرسوسر بتاع الجهاز الكمبيوتر. لو حضرتك هتلاحز هتلاقيها انخفضت. بتوصل تلاتة وعشرين في المية. تمام. لو بصيت على العمليات اللي شغالة في خلفية الويندوز. كانت قبل عملية التسريع والتخفيف. كانت بتوصل حوالي مية وستين عملية. لكن حضرتك زي ما انت شايف دوقتي اصبحت مية واربعة عملية. طبعا في فرق كبير. ان انا انزل من مية وستين لمية واربعة عملية شغالة. طبعا ده هيؤثر على سرعة وكفاءة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لو انا رحت رايح على الرامات. هتلاقي الرامات اصبح استخدامها تلاتة واثنين من عشرة. كان قبل كده تلاتة وسبعة من عشرة. طبعا كل اللي احنا عملنا ده هيؤثر على كفاءة وسرعة الجهاز الكمبيوتر الخاص بك في تنفيذ الاوامر واستجابة البرامج. لو حضرتك كنت من محبي الالعاب. هتشعر بفرق كبير جدا في تشغيل الالعاب الخاصة بك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء الجديد. ما تنساش طبعا ان انت تتعامنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.